سلام صباحكم بكل خير وإهلا بكم إلى تفاصيل أولى نشاراتنا المحلية والبداية بشاني الأمني وفي إطار مكافحة ظاهرة التهريب عبر الحطود الجنوبية للوطن تمكنت عناصر الدرك الوطنية العاملة بإقليم بلدية تيميوين بولاية أضرار من العطور على كمية معطبرة من مدتين الفرينة والسميد كانت موجهة للتهريب إلى التراب المالي وكانت محملة على متن شحنة من نوع غنو متمثلة في أزيد من 125 طن من هذه المواد الاستهلاكية فحين لذى المهربون بالفرار للتراب المالي بعدما تخلوا عن الشحنة إلى موضوع نخر واب جيجل احتج موظفوهما لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء تعبيرا عن رفضهم المطلق للطريقة التي تمت من خلالها عملية عيين المدير الجديد لذات الفرع المحلي من خارج إقليم الولاية بعد إحالة المدير السابق على التقاعد وتكليف إطار آخر بتسيير شؤون مصالحه لأزيد من ستة أشهر مطالبين من الجهات المركزية ضرورة يعادة النظر في قرارة عيين ميكروفون إيمان عبد الرحيم بينما طلب أنه فتح المسابقة أمام إطارات فرع جيجل لأن فرع جيجل يتوفر على مجموعة من إطارات قادرين على تحمل مسؤولية قبل هذه الوقفة الاحتجاجية كان محضر الاجتماع تم بين عمز صندوق ضمن الاجتماعي والفرع النقبي وتم محضر الاجتماع يرسلون المدير العام طلبنا منه أنه يفتح هذه المسابقة كما فتح في باقي الفرع المسؤولين عن اتخاذ هذا القرار وعلى رأسهم سيادة المدير العام أن يأخذ بعين الاعتبار طلبات المعقولة جدا التي نادت بها فئة العمال الممتلى في هذا الاحتجاج عن طريق إعطاء الفرصة للإطارات المحلية من أجل تسيير هذا القرار ورث الحاجة لتربية النحل عن أبيه منذ بداية التسعينات أين أبدع في إنتاج مختلف أنواع العسل نورد المازري وأنغام يصر حميدوش في هذه الجبال الوعرة بولاية بشار يمتهن عمي علي استخراج العسل لكسبقوت أهله هذه المهنة التي ورثها أبا عن جد لم تكبح العراقيل والصعوبات عزيمة عمي علي بل تجده يقضي أغلب وقته أمام خلايا النحل الموزعة على جبال مومن وزسفانة بدقة وخبرة كبيرتين يتفقد نحله ويستخرج عسله أنا نجي منوفر لك لأنه نوعي ليه كان حسب منطقة كاين عدة نوعي ممكن حصل عشر نوعي نجي منها في السناف في المنطقة نزعنا العدو الأول لعمي علي هي الطيور التي تأتي على نحله في ظل عدم وجود طريقة لحماية الخلايا من الطيور ليحافظ بذلك على أحد أرقى أنواع العسل وهو عسل جبال بشار أخبرنا لازالت متواصلة دون انقطع ابقوا معنا